بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ يونت سيفن الوحدة السبعة للصف الخامس الابتدائي طبعا الترمي التاني وده اول درس اول يونت في الترمي التاني للصف الخامس الابتدائي عنوان اليونت سيفن هومز يعني منازل in Egypt في مصر منازل في مصر هومز in Egypt listen one الدرس الاول بيتكلم على the home the home يعني المنزل او البيت the home question number one دي اسئلة لك انت انت اللي هتجاوب عليها يعني بقوله where اين where do you live يعني انت ساكن فين عايش فين do you live هل انت ساكن in a house في منزل or an apartment ولا في شقة سكنية describe يعني صف describe your house or apartment يعني وصف المنزل اللي انت عايش فيه او apartment الشقة السكنية اللي انت عايش فيه is it big or small هل هي big كبيرة or small ولا صغيرة small يعني صغير is it modern هل هي حاجة حديثة modern or old او قديمة say if you like your house يعني اقول لو انت حابب المنزل اللي انت عايش فيه or apartment او الشقة السكنية اللي انت عايش فيه نتعرف على اهم الكلمات اللي موجودة عندنا armature armature يعني كورسي بزراعين armature balacone balacone cushion cushion يعني وسادة مخدة closet اللي هو closet اللي هو خزانة elevator elevator اللي هو الاسنسير oven oven اللي هو فرن shower douche television اللي هو التلفزيون هنا بعض الكلمات اللي احنا لسه ايلنها هتكتب كل كلمة تحت الصورة المناسبة ليه elevator elevator يعني اسنسير elevator طبعا دي اسمها خزانة فيها دوم وحاجات من دي اسمها ايه خزانة او دولاب الاسمها ايه closet closet يبقى هكتب closet هنا closet هتبقى تو طب وسادة او مخدل اسمها caution caution اهي caution اهي caution هكتب هنا في سري طب وده ايه forn oven oven يعني forn كلمة oven اهي هكتب oven هنا five طبعا دي balacone balacone اللي هي البلكون اهي balacone هكتب هنا six دي ايه armature armature اللي هو كرسي بدرعين ده armature كلمة armature هكتب هنا بعد كده الشاشة اللي هي television للتلفزيون television هكتب هنا television بعد كده اخر حاجة اللي هو الدوش اللي هو ايه shower shower كلمة shower اهي shower shower اللي هو الدوش يبقى هنا هكتب shower complete the mind map هنا طبعا بعض الحاجات اللي بتبقى موجودة فيه الغرف اوكي هنا بعض الحاجات اهي هنا armature bid يعني سرير cushion اللي هي وسادة closet قلنا خزانة oven thorn shower douche television television تلفزيون قلنا cushion برضو معناها وسادة او مخد هنا الغرف اللي موجودة عندنا في الشقة rooms غرف in an apartment في الشقة زي living room غرفة المعيشة kitchen مطبخ bathroom غرفة النوم bathroom الحمام طيب living room موجودة فيها ايه living room غرفة المعيشة television armature cushion طيب المطبخ موجودة في ايه oven oven اللي هو الفرن bathroom bathroom اللي هي غرفة النوم موجودة فيها closet ليا خزانة تحط فالهدوم بد فاسفير كوشن وسادة او مخد bathroom الحمام موجود في ايه shower shower اللي هو الدوش listen and read why يعني لماذا why is farida happy ليه farida سعيدة farida اتكلم دينا ففريدا بتقول hi dina welcome to my new apartment welcome يعني مرحبا welcome to my new apartment في شاقتنا الجديدة coming coming يعني اتفضلي دينا تلاقي سانكس do you like living here do you like هل بتحبي living here العيشة هنا فريدا تلاقي i love it i love it انا احب ذلك it's a great apartment يعني دي شقة رائعة i like this part of town يعني بحب الجزء ده من المدينة town يعني مدينة and it's much bigger وهي الشقة بتاعتنا اكبر much bigger اكبر than our old apartment اكبر من الشقة القديمة تينا قلت لها how long how long يعني كامل مدة how long did you live in your old apartment كام المدة اللي انتو عشتوها في شقتكم الايه old apartment شقتكم القديمة فريدا تلاقي 12 years 12 years يعني سنتها عشر سنة 12 سنة 12 years since i was born i was born يعني منذ مولدي then ثم my parents والدي had to اضطرهم move to a new job يعني اضطروا انهم ما ينقلهم يروحوا ايه وظيفة جديدة a new job يعني وظيفة so لذلك we moved to a closer apartment عشان كده روحنا شقة قريبة من الايه من الشغل closer يعني اقرب دي نقيت لها so what's better about this new apartment what's better يعني ايه الافضل اه فيه شقة جديدة دي this new apartment فريدة اتلاقي ايه بتقول it's much easier to cook in much easier يعني اسهل 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 بكتير ان كدت تطبخ فيه دي نقيت لها very nice and this is a living room living room اللي ايه غرفة المعيش yes as you can see يعني زي ما انت شايف كده there is more space space يعني more space so we can have a bigger television يعني ممكن لمكان تلفزيون كبير television look at these traditional cushions traditional cushions يعني مخدات تقليدية they wear a gift gift يعني كانت هدية gift يعني هدية from grandma هدية من ايه من جدتي oh yes what about the bedrooms طيب والنسبة ل bedrooms غرف النوم قلت لها we have three bedrooms احنا عندنا ثلاث غرف نوم now i share a room share يعني انا اشارك i share a room بشارك غرفة with my sister مع اختي اميرة but 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 is really big ولكن الغرفة بتاعتنا really big كبيرة and we have two bus rooms وعندنا ايه موجود فيها حمامين it's lovely it's lovely ده جميلة جدا the balacone اللي balacone is fantastic two يعني balacone رائعة ايضا what a great view what a great view يعني ايه يا له من منظر رائع what a great view يعني منظر view هنا exercise five listen again اسمعت number هنركم the rooms هنركم الغرف in the order you hear them اللي انت سمعتها الاول طبعا اول حاجة سمعنا kitchen kitchen اللوال مطبخ كتاب one بعد كده جاب تاني قال living room living room اللي هي غرفة المعيشة يبقى living room هتبقى two يبقى هنا هكتب two بعد كده قال bedrooms اللي هي غرف النوم هتبقى three يبقى هنا هكتب three بعد كده قال bathroom اللي هي الحمام bathroom هتبقى four اخر حاجة قالها balacone هتبقى five يبقى هنا هكتب five decide if the sentences are true لو الجمل دي true صح هنكتب t or false لو خطأ هنكتب if correct يعني صحح the false sentence هنصحح الجمل الخطأ in your notebook في كراستك one farida prefers her old apartment farida بتفضل شاقتهم القديمة old apartment طبعا دي هتبقى false دي غلط she loves واكتب بقى هي بتحب she loves her new apartment هي بتحب الشاقة الجديدة يبقى اول حاجة هتبقى false خطأ يبقى هنا هكتب if to farida's family أسرة farida lived in the old apartment عاشت في شاقتهم القديمة for 12 years لمدة 12 عام دي صح true يبقى انا هكتب t three farida has her own bedroom يعني لها غرفة نوم لوحدها in the new apartment في الشاقة الجديدة طبعا default يبقى false غلط هكتب هنا if ليه بقى عشان she shares هي بتشارك about room غرفة النوم with her sister مع اختها for dina likes the new apartment dina بتحب الشاقة الجديدة طبعا دي true صح يبقى هنا هكتب t يبقى اول حاجة cut false خطأ بعد كده true صح three false دي هتبقى غلط بعد كده اخر حاجة true صح ترجمة نانسي قنقر